منذ سنوات عديدة تتسارع وطيرة التغيير في المناهج الدراسية في أكثر الدول العربية وتزداد عمقاً تحت شعارات التطوير ومواكبة التطورات العلمية والتربوية في العالم بيد أن هناك من المتخصصين التربويين من يرى أن لهذه التغييرات أهدافاً أخرى غير التحديث والتطوير فبينما تعاني مناهج المواد العلمية كالطبيعة والكيمياء والرياضيات وغيرها من الترهل الشديد والتركيز على الحفظ دون الابتكار والتفكير تركز جهود تغيير المناهج على العلوم الإنسانية المتعلقة ببناء الفكر وتشكيل هوية الأجيال الناشئة ثقافياً ودينياً ولا يخفى على متابع أن بدايات هذه الحملات لتغيير المناهج في المنطقة العربية ترجع إلى ضغوط بعض الدول الغربية بزعم مواجهة أفكار العنف والتطرف وهي الضغوط التي أثمرت توجهاً رسمياً من معظم الدول العربية نحو تلبية المطالب الغربية بل إن اتحاد المعلمين العرب في دورته التاسعة عشرة قبل عدة سنوات ناقش كيفية تطوير المناهج الدراسية وحف الموضوعات التي من شأنها الحظ على العنف والكراهية في مناهج اللغة العربية والتربية الدينية والتأريخ بما يشمل تأريخ الفتوحات الإسلامية وبحسب خبراء في التعليم والمناهج فإن التغييرات في المناهج الدراسية لابد أن تكون واضحة ومفهومة الأسس والأهداف بما يضمن تحسين أداء العملية التعليمية في المجتمع انطلاقاً من الحاجة المجتمعية الفعلية للتطوير ومواكبة التقدم أما أن يتعلق التغيير بضغوط سياسية خارجية لا تحافظ على قيم المجتمع وهويته فإن ذلك يصبح بعيداً كل البعد عن مفهوم التغيير الإيجابي المطلوب كما يصبح أداةً لطمس الهوية وتدميرها لصالح مخططات خارجية تسعى للسيطرة على المجتمعات العربية بعدما سيطرت إلى حد كبير على النخب السياسية في المنطقة